بسم الله الرحمن الرحيم يسُرُّ الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب تقصير الصلاة باب ما جاء في التقصير وكم يُقيم حتى يقصر يعني في السفر حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحسين عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا وإن زدنا أتممنا ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر عن تسعة عشر يوما يقصر الصلاة فنحن إذا سافرنا تسعة عشر يوما قصرنا وإن زدنا أتممنا هكذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما والقصر الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين أما المغرب والفجر فلا يتغير حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيي ابن أبي إسحاق قال سميت أنسا رضي الله عنه يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصل ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قلت أقمتم بمكة شيئا قال أقمنا بها عشرة أي عشرة أيام باب الصلاة بمنا يعني في أيام الحج حدثنا مسدد قال حدثنا يحي عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنا ركعتين وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومع عثمان صدرا من إمارته أي من خلافته ثم أتمها فالنبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في أيام من وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وعثمان في أول خلافته فهذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة أنبأنا أبو إصحاق قال سمعت حارثة ابن وهب رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان يعني وهو آمن لا يخاف من شيء آمن ما كان بمكة بمنا ركعتين يعني قصر الصلاة في الحج صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنا أربع ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون لأنه خالف السنة الرسول قصر صلى الله عليه وسلم ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا ركعتين يعني قصر وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنا ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنا ركعتين فليت حظي أي نصيبي من أربع ركعتين متقبلتان فالنبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة أيام الحج وكذلك أبو بكر وكذلك عمر رضي الله عنهما باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حجة الوداع حدثنا حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يعني وصل مكة يوم أربع منذ الحجة يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمر إلا من معه الهدي تابعه عطاء عن جابر رضي الله عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل مكة يوم أربع منذ الحجة باب في كم يقصر الصلاة وثم النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة ثفرا يعني مسافة يوم وليلة على الإبل سفر وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يقصران ويفتران في أربعة برد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أخرجه الدار قطري وابن أبي شيبة من طريق عبد الوهاب ابن مجاهد عن أبيه وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أهل مكة لا تقصر الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفال أن مسافة من مكة إلى عسفال تقصر الصلاة قال وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الوهاب الراوي قال الحافظ قوله وهي أربعة أي الأربعة برد ستة عشر فرسخا البريد أربع فرسخ فأربع برد بستة عشر فرسخ قال ذكر الفراء أن الفرسخ فارسي معرب وهو ثلاثة أميال الفرسخ ثلاثة أميال والميل من الأرض منتهى مد البصر لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه وبذلك جزم الجوهري الفرسخ ثلاثة أميال والميل في الأرض منتهى بد البصر لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه باب يقصر إذا خرج من موضعه وخرج علي رضي الله عنه وقصر وهو يرى البيوت أي بيوت المدينة فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال لا حتى ندخلها حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيب بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذل حليفة ركعتين لما سافر ووصل ذل حليفة قصر الصلاة صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الظهر عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت الصلاة في أول ما فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين وأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر قال الظهري وقلت لعروة ما بال عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تتم قال تأولت ما تأول عثمان على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام قصر في السفر قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فروى الطحاوي رحمه الله وغيره من هذا الوج عن الزهر رحمه الله قال إنما صلى عثمان رضي الله عنه بمنا أربعا لأن الأعراب أهل البادية كانوا كثروا في ذلك العام فأحب أن يعلمهم أن الصلاة أربعا يعني هذا اجتهاد منه وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم قصر في السفر باب يصل المغرب ثلاثا في السفر المغرب لا يقصر حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يعني إذا كان مستعجل يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء قال سالم وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يفعله إذا أعجله السير إذا كان مستعجل كان يؤخر المغرب وحتى يجمع المغرب مع العشاء فالمغرب ثلاث ركعات لا يتغير والعشاء ركعتين قصر في السفر وذا ذا الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال السالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمذدلفة الحاج لا يخرج من عرفة إلا بعد غروب الشمس ولكن لا يصلي المغرب حتى يصل إلى المذدلفة يعني يؤخر المغرب إلى أن يصل إلى المذدلفة ويجمع بين الصلاتين المغرب ثلاث والعشاء فكعتين قال سالم وأخر ابن عمر رضي الله عنهما المغرب وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد يعني جاءه الخبر بأنها ماتت أو على وشك الموت فلذلك استعجل وأخر المغرب فقلت له الصلاة فقال سر فقلت الصلاة فقال سر حتى سار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصل يعني المغرب ثلاثا ثم العشاء ركعتين ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير أي إذا كان مستعجلا وقال عبد الله رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر يؤخر المغرب ويصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء ويصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح أي لا يصلي نافلة بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل رضي الله عنه باب صلاة التطوع على الدواب إذا كنت مسافر راكب على بعير أو نحو ذلك تصلي النافلة على بعيرك تشير للركوع والسجود وتصلي النافلة على البعير وهذا من فضل الله حتى لا يضيع الوقت وتصلي النافلة على بعيرك ونحو ذلك وحيثما توجهت به حيثما توجه البعير تصلي في النافلة في الصغر حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به إلى أي جهة توجه النافلة على الراحلة حدثنا حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسل التطوع كان يسل التطوع وهو راكب في غير القبلة عنه إلى حيث توجهت الراحلة أما الفريضة كان ينزل على الأرض ويصلي على الأرض ويستقبل القبلة حدثنا عبدالعلى ابن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته يعني النافلة ويؤتر عليها ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله كذلك الوتر يصليه على الراحلة وأما الفريضة فينزل على الأرض ويصلي ويتوجه إلى التبلة باب الإيماء على الداب يعني الإشارة للركوع والسجود إذا صلى النافلة على الراحلة حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز ابن مسلم قال حدثنا عبد الله ابن دينار قال كان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومئ أن يشير للركوع والسجود وذكر عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله إلا الفرض فإنه يصلي على الأرض باب ينزل للمكتوبة إذا أراد فريضة ينزل على الأرض حدثنا يحيى ابن ابوكين قال حدثنا ليس عن عطين عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيع أن عامر بن ربيع رضي الله عن أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح أن يصلي النافلة يومئ برأسه قبل أي وجه توجه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة عن فريضة كان ينزل على الأرض ويستقبل القبلة وقال ليس حدثني يونس عن ابن شهاب قال قال سالم كان عبد الله رضي الله عنهما يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيثما كان وجه قال ابن عمر رضي الله عنهما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح أن يصلي النافلة على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يسلي عليها المكتوبة كان الفريضة كان ينزل على الأرض يصلي ويتوجه إلى القبلة حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة إذا صلى الفريضة ينزل على الأرض ويتجه إلى الكعبة باب صلاة التطوع على الحمار حدثنا حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر اسم مكان فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذات من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله يعني صلاة النافلة على الداب يصلي إلى أي وجه مشت الرحل رواه بن طهمان عن حجاج عن أنس بن سيرين عن أنس رضي الله عن عن النبي صلى الله عليه وسلم باب باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها حدثنا يحي بن سليمان قال حدثني بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن حفص بن عاصم قال سافر بن عمر رضي الله عنهما فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أن المسافر لا يصلي السنن الرواتب لا يصلي السنن الرواتب وأما النافلة المطلقة كان يصلي على الراحلة والوتر كان يصلي على الراحلة أما السنن الرواتب كان لا يصليها في السفر حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفر وابن عاصم قال حدثني أبي أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركاتين وأبا بكر عمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم لا يصلون أفسرنا الرواتب في السفر وأما النفل المطلق يصل على الرحيل باب من تطوع في السفر بغير دبل الصلوات وقبلها يعني غير السنن الرواتب وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين الفجر في السفر لأن سنة الفجر مؤكدة حدثنا حفظ بن عمر قال حدثنا شعب عن عمر عن ابن أبي ليلى قال ما أنبأ أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أمهان رضي الله عنها ذكرت ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سنة ثمان من الهجرة في رمضان اغتسل في بيتها فصلى ثمان ركعات فما رأيته يصلي صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود يعني يقرأ قراءة خفيفة لكن يطمئن في الركوع والسجود وقال الليس حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله ابن عامر أن أباه رضي الله عنه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به يعني صلاة الليل حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح أن يصلي النافلة على ظهر راحلته حيث كان وجه يومئ برأسي أن يشير برأسي للركوع قليلا والسجود أخفض قليلا وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله بابٌ هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والإشاء حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السيف إذا كان مسافرا مستعجلا في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين الإشاء قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير ويقيم المغرب ويصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قل ما يلبس حتى يقيم الإشاء ويصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينهما أي لا يصلي السنن الرواتب ولا يسبح بينهما بركع ولا بعد الإشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل حدثنا إصحاب حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب حدثنا يحيى قال حدثني حفص بن عبيد من عبيد الله ابن أنس أن أنسا رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر يعني المغرب والإشاء قال الحافظ بن حجر رحمه الله وفي الدار قطني رحمه الله من طريق عمر ابن محمد ابن زيد عن نافع عن ابن عمر حضي الله عنهما في قصة جمعه بين المغرب والإشاء فنزل فأقام الصلاة وكان لا ينادي بشيء من الصلاة في السفر فقام فجمع بين المغرب والإشاء ثم رفع الحديث يعني يقيب الصلاة للمغرب ويصلي ثلاث ركعات ثم يقيب للإشاء ويصلي ركعتين باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس يعني إذا قام من المرحلة قبل الزوال يؤخر الظهر إلى العصر فيه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حسان الواسطي قال حدثنا المفضل ابن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل يعني من المكان الذي كان فيه قبل أن تزيغ الشمس قبل الزوال إذا ارتحل من ذلك المكان قبل زوال الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب أما إذا زالت الشمس وهو في المكان ثم ارتحل كان يصل الظهر ثم يركب وأما إذا ارتحل قبل الظهر كان يؤخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما في حالة السفر باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس أنه إذا ارتحل من المكان بعد الزوال صلى الظهر ثم ركب حدثنا قتيبة قال حدثنا المفضل من فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل يعني من المكان قبل أن تزيغ الشمس يعني قبل الزوال أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل إذا زالت الشمس قبل أن يقوم من المكان صلى الظهر ثم ركب باب صلاة القاعد حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكن أي مريض فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قيامة فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انصرف قال إنما جُعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا كان مريضا فصلى جالسا اتقوا الله ما استطعتم وأما إذا كان الإمام جالس فالمأموم في آخر الأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس ثم رأى في نفسه نشاطا فخرج فجلس إلى جنب أبي بكر عن يساره فكان هو الإمام جالسا والناس قيام حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيين عن الزهر عن أنس رضي الله عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش أو فجحش شقه الأيمن أصابه شيء في شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده صلى الله عليه وسلم فحضرت الصلاة فصل قاعدا لأنه مريض صلى الله عليه وسلم فصلينا قعودا وقال إنما جعل الإمام يؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حميداه فقولوا ربنا ولك الحمد حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عمران ابن حسين رضي الله عنه وكان مبسورا أي به مرض الباسور قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قائدا وقال إن صلى قائما وهو أفضل ومن صلى قائدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القائد إذا صلى قاعدا بسبب المرض صلاته كاملة اتقوا الله ما استطعته وإذا صلى قاعدا وهو يقدر على القيام فله نصف الأجر قاعدا وكان مبسورا يعني به مرض الباسور وهو مرض في الدبر عفانا الله وإياكم والمسلمين بابو صلى الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قائد فقال من صلى قائما وهو أفضل ومن صلى قائدا فله نصف أجر القائم يعني إذا كان يقدر على القيام وصلى قائد فله نصف الأجر يعني من صلى قائما وهو أفضل ومن صلى قائدا فله نصف أجر القائم يعني إذا كان قادرا ومن صلى نائما أي متجعا فله نصف أجر القائد قال أبو عبد الله نائما عندي متجعا ها هنا باب إذا لم يطق قائدا صلى على جنبه إذا ما قدر يصلي قائد صلى على جنبه وقال عطاء رحمه الله إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه إذا كان مريض وليس عنده من يوجهه إلى القبلة صلى إلى أي جهة كان لأنه مريض ما يقدر يتحول إلى القبلة حدثنا عبدان عن عبد الله عن إبراهيم ابن طهمان قال حدثنا الحسين المكتب عن ابن بريدة عن إمران ابن حسين رضي الله عنهما قال كانت بي بواسير مرض في الدبر فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله فعلى جنب في حديث علي رضي الله عنه عند الدار قطني على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه يتجع ووجهه إلى القبلة يتجع على جنبه الأيمن ويكون وجهه إلى القبلة ويصلي بإشارة الرأس إذا كان لا يقدر على القعود باب إذا صلى قاعدا ثم صح أي زال المرض أو وجد خفة تم ما بقي وقال الحسن رحمه الله إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا على قدر الاستطاع حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام العروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن أي كبر سنه فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من ثلاثين آية أو أربعين آية ثم ركع من صلاة الليل صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النظر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين أو أربعين آية قام وقرأها وهو قائم ثم يركع ثم السجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقضى إذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه يقضى فإن كنت يقضى تحدث معي وإن كنت نائما اتجع صلى الله عليه وسلم هذا في صلاة الليل كان يصلي جالسا فإذا بقي قدر ثلاث آية قام وقرأ وهو قائم وركع وسجد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التهجد أي قيام الليل باب التهجد بالليل وقوله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان بن أبي مسلم عن طاووس سمع بن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد أي صلي قال اللهم لك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاءك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية ولا حول ولا قوة إلا بالله قال سفيان قال سليمان بن أبي مسلم سبعة سمعه من طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي إذا قام من الليل يتهجد أثنى على الله وحمد الله بهذا السناء جل وعلا باب فضل قيام الليل حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا يعني في المنام قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت غلاما وكنت أنام في المسجد على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت في النوم كأن ملكين من الملائكة عليهم السلام أخذاني فذهبا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان الخشبتان اللتاني على البئر وإذا فيها أناس قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار قال فلقينا ملك عليه السلام آخر فقال لي لم ترع أي لا تخاف رضي الله عنه فقصستها على حفص أخته أم المؤمنين رضي الله عنها فقصتها حفص أم المؤمنين رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله يعني أخوك عبد الله بن عمر نعم الرجل لو كان يصلي من الليل فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا فصلاة الليل فيها أجر عظيم وفيها خير عظيم اللهم وفقنا لذلك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات باب طول السجود في قيام الليل يعني يسجد سجودا طويلا يتضرع أمام الله جل جلاله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركع كانت تلك صلاته يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأساً يسجد قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية سجود طويل قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأساً ويركع ركعتين قبل صلاة الفجل يعني سنة الصف ثم يتجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي أي المؤذن للصلاة صلى الله عليه وسلم كان يطيل السجود ويذكر الله كثيراً صلى الله عليه وسلم باب ترك القيام للمريض حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود قال سميته جندباً رضي الله عنه يقول اشتكى أي مرضى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين إذا مرض فترك القيام هذا عذر حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال احتبس جبريل صلى الله عليه وسلم يعني تأخر على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت امرأة من قريش أبطأ عليه شيطان هذه امرأة مشركة وهي أم جميل زوجة المشرك وقالت امرأة من قريش قال المعلق هي أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان امرأة أبي لهب حمالة الحطب قاتلها الله تأخر دبريل عليه السلام فقالت هذه المرأة أبطأ عليه شيطانه نعوذ بالله فنزلت ردًا عليها والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل أي ما تركك ربك وما أباضك ردًا على ما قالت هذه المشركة صلى الله عليه وسلم باب تحريض أي ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب يعني رغب في قيام الليل وفي النوافل ولم يُجِب ذلك لكن رغب في ذلك وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليًا عليهم السلام ليلةً للصلاة يحثوما على قيام الليل حدثنا ابن المقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر عن الزهري عن هند من تلحارث عن أم سلم أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلةً فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن ماذا أنزل من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات أي أمهات المؤمنين يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة كاسية بالنعم في الدنيا عارية في الآخرة فحثى النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل والأعمال الصالح اللهم وفقنا لما تحب وترضى وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمين حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه أي مر عليهم ليلاً الطرق هو الليل طرقه أي مر عليهم ليلاً وفاطمة بنت بنت النبي صلى الله عليه وسلم يعني طرق علي وفاطمة رضي الله عنهما فقال ألا تصليان أن حثهما على قيام الليل فقلت يقول علي رضي الله عنه فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم حين قلنا ذلك ولم يرجى إلي شيئاً أي لم يقل شيئاً ثم سمعته وهو مول أي ذاهب يضرب في فخذه يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيئاً جدلاً فينبغي للمسلم إذا دعي إلى الخير أن يسمع حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعو العمل أن يتركوا بعض العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم وما سبح أي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى أي صلاة الضحى قط وإني لأسبحها على كل رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى في حديث أن ابن آدم مركب من ثلاثمائة وستين مفصل وينبغي أن يتصدق عن كل مفصل فسبحان الله والحمد لله وغير ذلك من الأعمال شكر لله ويجذي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى وشكرا لله على هذه المفاصل التي في الجسد لأن هذه المفاصل هي تعيننا على حركة والقيام والقعود والحمد والتنزيل وينبغي أن نشكر الله على هذه المفاصل بالأذكار الشرعية كل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر الصدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات الليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس يعني قيام الليل ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم أن اجتمعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان يعني خاف أن يفرض عليهم فيشق عليهم رحمة منه صلى الله عليه وسلم اللهم بلغنا رمضان بالعفو والعافية والصحة والقبول والإعانة وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترم قدمه أي تنتفخ قدمه من طول القيام صلى الله عليه وسلم وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حتى تفطر قدمه أي تشقق من طول القيام والفطور الشقوق إن فطرت إن شقت حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن زياد قال سمعت المغيرة رضي الله عنه يقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم ليصلي حتى ترم قدمه أتنتفخ أو ساقاه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا محمد الله أكبر فشكر النعمة بالطاعة والعبادة اللهم وفقنا لشكرك يا رب العالمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات باب من نام عند السحر أي آخر الليل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر بن دينار أن عمر بن أوس أخبره أن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه ما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام وأحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام شدثا ويصوم يوما ويفطر يوما النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر كان يقوم الثلث الأخير من الليل كان السحر يعبد الله عز وجل لأن إذا بقي الثلث الآخر من الليل ينزل ربنا عز وجل إلى سماء الدنيا نزولا يليق به فيقول هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فوطيه وذلك إلى طلوع الفجر فالثلث الأخير من الليل وقت فيه أجر عظيم اللهم وفقنا لطاعتك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات حدثني عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أشعث سميت أبي قال سميت مسروقا قال سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت الدائم العمل الصالح المداوم عليه قلت متى كان يقوم يعني لقيام الليل قالت يقوم إذا سمع الصارخ إذا سمع الصارخ يعني إذا سمع صوت الديك في آخر الليل كان يقوم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الصارخ أي الديك حدثنا محمد بن السلام قال أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعث قال إذا سمع الصارخ قام فصلى قيام الليل بآخر الليل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم سعد قال ذكر أبي عن أبي سلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ما ألفاه أي ما وجده السحر عندي إلا نائمة تعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحيانا وإلا كان يقوم وآخر الليل صلى الله عليه وسلم باب من تسحر أي للصيام فلم ينم حتى صلى صبح فتأخير السحور سنة حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتاد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا أي تناولا طعام السحور فلما فرغا من سحورهما من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى قلنا لأنس رضي الله عنه كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة قال كقدر ما يقرأه الرجل خمسين آية فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور قبل الأذان من أصف ساعة أو نحو ذلك تأخير السحور أفضل وهو يعين على الصيام باب طول القيام في صلاة الليل حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبا عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قلنا وما هممت قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القيام في صلاة الليل فعبد الله بن مسعود صلى ذات الليل وأطال القيام فقال أنه أراد أن يجلس ثم لم يجلس بل صبر رضي الله تعالى عنه حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشوصفاه بالسواك أي يدلك فمه بالسواك فالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب عز وجل باب كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلي من الليل حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل قال مثنى مثنى أي ركعتين ركعتين فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة فصلاة الليل ركعتين ركعتين فإذا خفت طلوع الفجر أو تلبركات حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعب قال حدثني أبو جمر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشرة يعني بالليل صلى الله عليه وسلم حدثنا إصحاق قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حصيل عن يحيى بن وثاب عن مسرو قال سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت سبع أن يحيان كان يصلي سبع والتسع أن يصلي التسع وإحدى عشر سوى ركاته الفجر حدثنا عبيد الله ابن موسى قال أخبرنا حنظل عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاثة عشرة ركات منها الوتر وركات الفجر